سطرت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة تزامنا مع دخول فصل الشتاء واختراب العطلة الشتوية لأبنائنا المتمدرسين حملت تحسيسية واسعة النطاق للوقاية من حوادث المرور مع مختلف شركاء الفاعلين في الميدان والتي ستنطلق بداية من يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 إلى غاية 15 جنوبي 2022 تحت شعار السياقة بحذر وقاية من الخارج بضرورة تطبيق قانون المرور والابتعاد عن بعض السلوكية السلبية التي أهمها السرعة المفرطة ولعل حدث المرور الجسماني الواقع على مستوى بلدي أشلال أبرز ديل على ذلك من خلال والذي أفضى إلى عدة وفيات وكذا جرحى للأسف نترحم عليهم نحن في هذه الحملة تحسيين هدف إلى توعية أكبر قدر من السائقين المركبات حول أخطار حول المرور لتفادي حوادث مرور الأسوية خاصة خلال فترة تشتائين تكثر تقلبة الجوية اليوم خرجنا في هذا الحملة التحسيسية لنقول لا لنقول خط أحمر لهذه الحوادث لنقول للمواطن والسائق معا كفانا أموة كفانا ألما كفانا حزنا دائما في العمليات التحسيسية ونشكر قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على هذه الالتفاة دائما هي التي تريد أن تجمع الفاعلين اليوم الهلال الأحمر عندنا مطويات قدمها السائقين الحفلات أو الشاحنات أو السيارات أو نقل الحضاري بصفة عامة يعني نحاول أن نقلص من هذا الكوارث هذه التي أصبحت